اشتركوا في القناة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في آخر الآية قال الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون هذه الهداية وفي آية أخرى قال الله جل وعز يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم عبر بالهداية ويهديهم إليه صراطا مستقيما وجاء بلفظ الصراط أيضا كما في الآية السابقة فنتأمل مثل هذه الآيات ونعلم أن النجاة الحقيقية من هذه الفتن في هذا العاصم الثاني وهو الاعتصام بالله والاعتصام بحبله